الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا تفسير رؤية السماء مظلمة في المنام إذا رأى الحالم السماء مظلمة في المنام قد يدل على أن الشخص سوف يواجه فشل في تحقيق بعض أهدافه والله أعلم كذلك تدل رؤية السماء مظلمة في المنام على شعور الحالم بالخوف رؤية الفتاة العزباء لذلك يدل على فترة من بعد الهموم والإخفاق رؤية المرأة المتزوجة يدل على مرور المرأة بالأزمات والله أعلم أشار علماء التفسير أن رؤية المساجد مظلمة في المنام لا تحمل دلالات طيبة لصاحب الرؤية رؤية المسجد مظلم في المنام علامة على اتباع الشهوات لصاحب الرؤية قد يدل رؤية المسجد مظلم في المنام أن صاحب الرؤية يسير في الطريق الخطأ وأنه يرتكب الزنوب والمعاصي والله أعلم كما يدل على التقصير في الأمور الدينية وأداء الفرود والتعاطي لله رب العالمين تدل رؤية النوم في الظلام في المنام على شعور صاحب الرؤية بالخوف حيث والله أعلم تشير أن صاحب الرؤية خائف وقلقان دائما كما يدل رؤية النوم في الظلام في المنام على غفلة الشخص عن بعض الأمور حوله كذلك تكون إشارة على ضرورة انتباه الحالم لما قد يحدث من حوله والله أعلم إذا رأى الرجل المتزوج الحمام مظلم في المنام يدل على اتباع الرجل للأمور السيئة والله أعلم كذلك يدل الظلام في الحمام للمرأة المتزوجة على الأفعال السيئة التي تقوم بها المرأة عندما ترى المرأة وكانت مريض الحمام مظلم يدل على شدة المرض أو الموت والله أعلم كذلك يشير الحمام المظلم للفتاه العزباء في المنام دليل على السير في طريق الشر والله أعلم عندما ترى المرأة المطلقة أنها تجري بخوف في الظلام يدل على شعور المرأة بالوحدة في حرأة المرأة المطلقة أنها تسير في طريق مظلم في المنام يدل على فترة صعبة أو أنها تقوم بارتكاب الزنوب كما يدل الظلام للمرأة المطلقة في المنام على المصاعب التي تتعرض لها المرأة فهناك احتمال يدل على عدم القدر على التخلص من المشاكل والأزمات أشار علماء التفسير أن التواجد في مكان مظلم في المنام إشار على بعض الأمور السيئة لصاحب الرؤية فعندما ترى المرأة المتزوجة أنها موجودة في مكان مظلم في المنام يدل على الصعوبات التي تواجه المرأة كما تدل المرأة الحامل على أنها تمر بفترة في الحمل وفي مشاكل كثيرة في حملها والله أعلى وأعلم